أهلا بكم من جديد أدنت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الاعتداءات البدنية المتكررة على الصحفيين في تركيا وحتت السلطات على تقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة بسرعة وذكر بيان للمنظمة الأوروبية أن ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام أكد قلقه بشأن سلامة الصحفيين في تركيا لفتا إلى أن هذا هو الهجوم البدني الثاني في أسبوع واحد ما يعد إشارة واضحة إلى أن الصحفيين بحاجة إلى حماية أقوى في تركيا وأشر البيان إلى أن الإدانة العلنية على أعلى مستويات هي أمر حاسم وسوف تبعت برسالة قوية مفادها بأن الاعتداءات على الصحفيين لن يتم التسامح معها من أنقرة ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ عمر أحمد الكتب الصحفي سيد عمر أهلا بك تحياتنا لكم صباح الخير أهمية هذه الإدانة فيما يقص إدانة منظمة الأمن والتعاود الأوروبي فيما يقص حقوق الصحفيين الذين يتعرضوا إلى انتهاكات في تركيا بالحقيقة أهمية هذه الإدانة شخصيا أعتقد أنها لا أهمية لها لأننا متعودون دائما كل سنة من قبل منظمات إن كان أوروطية أو أمريكية تخرج فيها انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة ضد تركيا إن كان في مجال الصحافة أو إن كان في مجال حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير ولكن هذه الإدانات وهذه الانتقادات لا تجد أي نفع في تغيير شيء ملموس على الواقع أو على الساحة التركية في تركيا نحن نشاهد كما تقول المعارضة أيضا أن الحكومة التركية تقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض إن كنت صحفي مؤيد فأهلا وسهلا بك يمكنك العمل ويمكنك أن تفعل ما تريد يمكنك أن تحصل على امتيازات لا يمكن للمعارض أن يحصل عليها إن كان الصحفي معارض فهو يواجه صعوبات كبيرة يواجه ضغوط شديدة أي تحرك أو أي حركة منه قد يحفى باتحام مباشر بالتجسس أو باتحام بكشف معلومات تخص الدولة أو معلومات مهمة ينال على إسرها محاكمة وربما سجن وغيرها من هذه الأمور هناك حقيقة يعني ضغوطات يتعرض لها الصحفي وبشكل عام الإنسان المعارض لحكومة العدالة والتنمي المعارض يواجه الضغوط يواجه كل أنواع الإبعاد من المجتمع الإبعاد من المشاركة في الحياة اليومية في تركيا كل هذه الأمور مقسومة في تركيا بين مؤيد ومعارض لذلك المعارضة التركية تشدد خصوصا في هذه الأيام على موضوع لم الشمل التركي بين مؤيد ومعارض إنهاء حالة الاستقطاب الشديدة وكثير من المحلذين السياسيين يرون في فوز أكلم إمام مغلوف في بلدية سبنبور طبعا انتخابات تم إعادتها يجدون في سبب فوزي هو اللغة الجامعة التي استخدمها عدم تفريقه بين مؤيد ومعارض شكره للمؤيد قبل المعارض بين أطياف الشعب التركي لذلك فعلا تركيا بحاجة اليوم لنرز الاستقطاب وتعميم لغة جامعة لكل أطياف المجتمع ولكن بماذا يستنجد الصحفيون أستاذ عمر في تركيا يعني إذا كانت المنظمات الدولية الحقوقية إذا كانت تعترض على هذه الانتهاكات وهذه الممارسات من جانب تركيا لا تعني شيء بالنسبة للصحفيين في تركيا فإذن بماذا يستنجد الصحفيون في تركيا بلا شيء يعني بالأسف الشديد هناك أمثلة كثيرة يمكنني أن أطرحها ابتداء من نفسي وانتهاء بالكثير من الزملاء الذين أعرفهم شخصيا يعني الصحفي في تركيا إن لم يكن يعمل لمجال قناة أو لوسيلة أعلامية معيدة لتركيا فعمله سيكون صعب جدا جدا وقد يكون بلا عمل أيضا هذا شيء واضح وموجود في تركيا حاليا شخصيا أنا تلقيت كثير من العروض بالعمل في وسائل الأعلام ولكن هذه الوسائل تتسم بأنها لا تؤيد على الأقل لا أقول أنها معاربة لحكومة تركيا ولكن لا تؤيد السياسة التركية ما واجهته كثير من الضغطات والأمور التي أعاقت عملية عملي لهذه الوسائل لذلك الصحفي المعارض أو لا أقول الصحفي المعارض حقيقة الصحفي الذي لا يؤيد كل ما تفعله تركيا الذي لا يعني يصفق لكل السياسات التي تذبعها تركيا أو يقوم بانتقاد تركيا في بعض سياساتها قد يواجه صعوبات وأفعال تؤدي إلى إنهاء عمله الصحفي أو ربما إنهاء وجوده أو إقامته في تركيا إن كان أجنبيا أو إن كان تركيا الجنسية يمكن أن يحط فيه الأمر في السجن يعني الكثير من الأمثلة موجودة على هذا الأمر لذلك أعتقد أنني يمكن أن نواجه بعض المشاكل بعد هذه المدخلة أيضا طيب أستاذ عمر لماذا في رأي حضرتك بتقوم بالعدالة حكومة العدالة والتنمية بهذه الممارسة تجاه الصحفيين أو هذه أو الإجراءات التضييقية على عمل الصحفيين المعارضين لها في حين أن وسائل العالم الغربية وسائل العالم الأخرى بترصد كل هذه الانتهاكات والتقارير الدولية بترصدها والتقارير الحقوقية بترصدها فيعني ما أقصد قولة هنا أنه الأمر واضح للجميع واضح لكل المنظمات واضح لكل الدول ومع ذلك تقوم أو يقوم نظام في تركيا بهذه الممارسة لماذا في رأي حضرتك يعني الأمر واضح تركيا لا تريد لأي جهة أو أي شخصية أن تنتقدها يعني الحكومة التركية تحدث عن الحكومة التركية ولكن الأمر المهم أن كل هذه المنظمات إن كانت أممية وإن كانت حقوقية وإن كانت أممية أو خاصة أو يعني أي ما كان صفتها لا تهم تركيا بالعكس قد نجد في حال يعني الانتقاد الذي خرج مؤخرا يعني من هذه المنظمة قد نجد في حال كبر وفي حال تحدث فيه مسؤولون أوروبيون أو قادة دوليون أن نجد تركيا تقوم بانتقاد لاذع لهذه المنظمة والدول التي تؤيد هذا القرار أو تؤيد هذه الانتقادات يعني تركيا لا تغطي أي أهمية لكل المنظمات الحقوقية والأممية التي تنتقدها ما نوعية هذه الانتقادات يا أستاذ أمر يعني ما هي المحاذير التي يعني أو لا يريدها لا تريدها الحكومة التركية ولا تريد سماعها أو قرائتها في الصحف أو لا تريد أن يتناولها الصحفيون في تركيا هل بشأن أمور داخلية في تركيا بشأن إجراءات قمعية هل بشأن تدخلات خارجية من جانب تركيا في دول أخرى يعني ما هي المحاذير أو الأشياء التي تقلق الحكومة التركية بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى بخصوص الاعتقالات التعصفية الموجودة في تركيا نعم خصوصا بعد محاولات الانتقاد التي حصلت في 2016 حصل في تركيا كثير من عمليات الأعتقال التعصفية التي راح ضحيتها الكثير من الأبياء كما تقول المعارضة أيضا يعني هناك تجلات وأسماء بأشخاص لم يكن لديهم أي علاقة بعمليات الانتلاب ولكن تم اعتقالهم ولا يزالون في السجن حتى لاك بالدرجة الثانية عملية مكافحة تركيا للإرهاب هناك الكثير من يعني السحف والمنظمات الحقوقية والأممية التي تنتقد عملية التعتيم الأعلامي لتركيا بخصوص مكافحة الإرهاب أو إن كان في الداخل التركي أو في الخارج نعم نعم بهذا الأمر نعم إذن المحادير متعددة ولكن بالدرجة الأولى مسألات الاعتقالات وأيضا مسألات الإرهاب والتدخل في الدول الأخرى أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ أمر أحمد الكتب الصحفي كنت معنا من أمقرة وفي تركيا أيضا عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد عن امتعاضه من الخسارة الكبيرة التي مني بها حزبه في الانتخابات البلدية في اسطنبول للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور أشرف أهلا بحضرتك مسألة التعبير عن الرفض والامتعاض وترجمة هذا الرفض إلى إعادة للانتخابات في بلدية اسطنبول في شهر يونيو المقبل بماذا تفسر هذا التوجه من أردوغان ده تأكيد على عدم الرشد والعقلانية العقلانية اللي بتمتع بأردوغان الأسف في الفترة الأخيرة منذ 31 مارس لما فقد انتخابات اسطنبول طبعا أردوغان في تحليل مهم نزل في نيويورك تايمز يأتي تصورا مهم عن مواطرة أردوغان الداخلية والخارجية لحبيت لأخصها في هذا الأمر تؤكد صحيفة نيويورك تايمز أن الوضع الاقتصادي يزاد سوءا بعد أعلانه عن عادة الانتخابات مرة أخرى أكرم إمام أغلو المنافس للانتخابات للأردوغان والذي فاز بالانتخابات وطعن أردوغان بها وطريق إلى إعادتها بشكل غير المشروع في 23 نينو القادم ككلام واضح أنهم سيقامون أحد حدثة إكرم إمام أغلو في حديث مباشر بأن لديه 16 مليون ناخب يقفون معه فهم أن الدولة التركية أو الحكومة التركية والإعلام كان ضده ومع ذلك قد قاسب الانتخابات أمر خطير جدا يؤثر على الاقتصاد وأنا واضح أن الرغبة الأردوغانية في أن يهيمن على السياسة في إسطنبول تحديدا بعتبرها أنها رمز تهبع تركيا في طريق غير معروف بشكل كبير للمشروع نعم أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سنجل أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على كل ما تفضلت به من حديث أيضا مشاهدين الكرام أشكر حضراتكم على المتابعة الطيبة لهذه التغطية الإخبارية الممتدة معكم من الثمينة صباحا وحتى العشرة في استوديو الآن على رأس الساعة بنالفق من جديد في نشرة إخبارية مفصلة ابقوا دائما معنا